أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان سؤال ما هو المكان المحبب على قلبك؟ أكيد كل واحد بشاهدنا في مكان خاص وإلو مكان خاصة في حياتك لربما هذا المكان بيذكرك بأيام الطفولة أو في أيام الشباب أو ممكن هذا المكان بيجيب لك ذكريات حلوة كان في منطقة معينة أو في مكان سكن معين تعرفوا أنا يعني عشت في بلد اسمها قانا الجليل وين المسيح أجرى المعجزة الأولى حول الماء إلى خمر بيتنا كان قريب جدا تقريبا ملاصق لكنيسة العرص وكان في مكان محبب عمود هيك من حجر كنت بقعد عليه يعني مش عالي كتير حوالي نص متر ودايما أراقب الكنيسة والسياح اللي كان يفوتوا ويطلعوا وكل ما برجع على البلاد سواء أشوف العيلة أو العمل دايما بروح بزور هذا المكان اللي بذكرني بالطفولة الجميلة وأكيد يمكن إذا مش مكان ممكن يكون موقف ممكن يكون شخص اللي بجيب لك الذكريات الحلوة والجميلة واللي بجيب لك البسمة والفرحة وأنا عم بقرأ في الكتاب المقدس قرأت آية اللي هي بيختم فيها إصحاح السابع وبيدخل فيها على إصحاح تمانية من إنجيل يحنى يقول الكتاب المقدس فمضى كل واحد إلى بيته أما يسوع الآية الأولى من إصحاح تمانية أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون فإذا جبل الزيتون كان مكان خاص على قلب يسوع المسيح جبل الزيتون أو المكان المنطقة اللي كان موجود فيها اللي هي جتسماني أو تسمى معصرة زيت ولابد إنه في قلب المسيح وفي فكر المسيح أنه سوف يلقى القبض عليه من نفس المكان المحبب يعني لما بروح على بستان جتسماني على الجسمانية عندنا في القدس في الأراضي المقدسة وبتشوف شجر الزيتون اللي عمره 2000 أو 3000 سنة وبتبتدي تتساءل هل ممكن إنه المسيح كان جالس تحت إحدى هؤلاء الشجرات فإحنا بنعرف اللي ساكن في البلاد هناك إنه شجر الزيتون لا يموت بيكبر 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 فالقشر الخارجية بتموت وبيطلع الطلق من جوه الغصن الداخلي وبتتكون شجرة جديدة هذا الجبل إلو ذكريات جميلة جدا ففي نفس الجبل شرقي الجبل بيت عنيا المكان المحبب على قلب المسيح البيت اللي فيه محبة دافئة وكانوا بيستقبلوا الرب يسوع المسيح اللي هو بيت مرثى ومريم وقالي عازر قالي عازر اللي أقاموا الرب يسوع من بين الأموات بعد أربعة أيام على جبل الزيتون المسيح تنبأ عن آخر الأيام شو رح يصير وفي نفس الوقت تنبأ عن خراب أورشاليم في نفس الجبل صعد يسوع إلى السماء وفي نفس الجبل رثى حالة أورشاليم عندما قال أورشاليم يا أورشاليم يا راجمة الأنبياء والمرسلين كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع ادجاجة في راخها ولم تريدي أو عندما قال في نفس المكان عندما رثى وبكى على أورشاليم أورشاليم يا أورشاليم لو علمتي ما هو لسلامك لأنك لم تعرف زمان افتقادك فالمكان اللي كان بشكل متواصل يروح عليه هو جبل الزيتون والمنطقة جتسماني لأنه بالضبط مقابل الهيكل مقابل البوابة الشرقية أو المدخل الشرقي للهيكل واليوم بيسموها البوابة الذهبية لأنه على طول في الصباح باكر في الإصحاح الثامن مكتوب حضر إلى الهيكل في الصبح فكان بشكل عملي قريب على هذا المكان بالنسبة لي يسوع المسيح كان مكان الخلوة مكان الصلاة مكان اللقاء مع التلاميذ وطبعا المرحلة الأخيرة اللي حاول يبني التلاميذ وينيفهموا الرسالة والإرسالية لكن الشيء اللي لمس قلبي أنه ذهب كل واحد إلى بيته أما يسوع يعني شوف بركز أما يسوع ذهب إلى جبل الزيتون أليس عجبا ملك الملوك ملك المجد ورب المجد يولد في بيت لحم في مذود حقير أوليس عجبا ملك الملوك ورب المرجد ما كانش حتى عنده قبر أنه يدفن فيه كان أو دفن في قبر مستعار ثم قام من الأموات حي أوليس عجبا قال يسوع للذي أراد أن يتبعه للثعالب أو جرة ولطيور السماء أو كار وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه فإذن هذا المكان كان مكان محبب لأنه من هذا المكان انتصر المسيح وفي بستان النزاع في بستان الصراع انتصر على التجربة المريرة إذ صرخ وقال إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك في هذا المكان يهوذ سلم يسوع المسيح في هذا المكان بطرس قطع قطع أذن عبد رئيس الكهنة من هذا المكان ذهب المسيح ليحاكم أمام المجمع اليهودي مجمع السنهادريم ومن هناك للمحاكمة أمام بلاطوس ذكريات جميلة وذكريات تعبر عن الفداء تعبر عن الخلاص وهذا المكان أحبائي الناس بيسألوني إيه المكان المحبب على قلبك طبعا المكان المحبب على قلبي هو بلدي المكان اللي ترعرعت فيه في قانا الجليل والمكان التاني اللي وين ابتدأت الخدمة في منطقة كفر نحوم ومنطقة جبل التطويبات جبل التطويبات الذي يطل على بحير الطبرية ولكن عندما سكنت في مدينة القدس لمدة ست سنوات المكان المحبب على قلبي كان هذا البستان كنت بروح له مرارا وتكرارا أصلي وأتأمل وأكون في خلبي في خلوة وهذا المكان أصبح المكان المحبب على قلبي أنا بصلي يمكن في مكان في حياتك اللي بيذكرك في إيمانك وفي خلاصك وممكن يكون مكان آخر بيذكرك في خطيتك وسقوطك وفشلك على أي حال إن المكان هو اللي بيسترجع الزكرة حتى إيه؟ حتى نطلب ونرجع للرب من كل القلب فالفكرة مش المكان ولا الزمان الفكرة إنه عينيك ونظرك وقلبك صار كله موجه إلى الأبدية إلى المكان المحبب على جميعنا إنه كل شيء رح يفنو وينتهي لكن في يوم من الأيام المكان المحبب سوف نكون مع يسوع في كل حين إلى أبد الآبدين ربنا يباركك ترجمة نانسي قنقر